اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم أن تعليم الأطفال من ذوي العزيمة يلقى كل الرعاية والاهتمام في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال رعاية وزير التربية والتعليم حفلة وضع حجر الأساس لمدرسة عوالي الوطنية بحضور الشيخة الدكتورة رانيا بنت علي الخليفة رئيس جمعية البحرين للأطفال دوي الصعوبة في السلوك والتواصل ومؤسس مدرسة عالية الوطنية وفي كلمته بهذه المناسبة أشار الوزير النعيمي إلى أن الوزارة قد قدمت كل الرعاية والاهتمام والدعم لمدرسة عالية الوطنية منذ إنشائها في عام 2006 وكان عدد الطلبة فيها لا يتجاوز 15 طالبا لإيمانها بالرسالة التي تؤديها المدرسة في دعم فئة مهمة من فئات المجتمع تستحق أن تتضافر جهود الجميع من أجل حصولهم على الخدمة التعليمية المميزة وأكد الوزير أن إنشاء مدرسة عوالي الوطنية يؤكد استمرار المملكة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من دوي طيف التوحد حيث تم دمج العديد منهم في الصفوف مع أقرانهم في المدارس الحكومية وتم مؤخرا فتح فصل لهم في المرحلة الإعدادية كما تقدم الوزارة خدماتها لمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس هذا وقام سعادة الوزير بوضع حجر الأساس للمدرسة والتي تشمل جميع المراحل من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية علما أن مدرسة عالية الوطنية تأسست عام 2006 وتقدم خدمات تعليمية لدمج الطلبة من دوي العزيمة في بيئة تعليمية تراعي ظروفهم اشتركوا في القناة